بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكار ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفراج ذلت لقدرتك السعوب وتسببت بلتفك الأسبوب وجرى بقدرتك القذوق ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقلوه وألم بي ما قد بهضني حملوه وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدرى لما أوردته ولا صارفى لما وجهته ولا فاتحى لما أغلقت ولا مغلقى لما فتحت ولا مغلقى لما أغلقت ولا ناصر لما خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب ضعب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذغني حلاوة الصمع فيما سألت وهب لي من لذنك رحمة وفرجا هنيئ وجعل لي من عندك مخرجا وحي ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذر وامتلأت بحمل ما حدث علي هم وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه ففعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم